حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسلام تسليما كثيرا الحقيقة كنت قبل قليل أستمع إلى أحد المشككين يقول هناك اختلافات كثيرة في القرآن العظيم والحقيقة جاء بروايات وجاء بأقوال وجاء بكلام كله من خارج القرآن لم يستطع أن يأتنا باختلاف واحد من القرآن نفسه هذا هو حال المشككين أيها الأحبة للأسف يلجأون إلى روايات لأن عقيدتهم أصلا قامت على الروايات يعني مثلا في إتقان علوم القرآن للسيوط وغيره طبعا كتب الحديث ذكروا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب سور المعوذتان أو المعوذتين في مصحفه طب هذا رأيه واجتهاد ما علقت القرآن بذلك مصاحف الدنيا اليوم يعني أنا أحبتي في الله أو الملحد نفسه والمشكك يطلب دليل مادي دائما يقول أعطوني دليل مادي طب اليوم مصاحف الدنيا كلها تتألف من 114 سورة فعندما تقول لي هناك رأي يقول إن عدد سور القرآن 115 طيب أين هذا القرآن غير موجود هناك رأي يقول عدد سور القرآن 112 سورة طيب أين هذا المصحف غير موجود إذن أنت تسرح في خيالك وتوهم متابعينك أن القرآن فيه اختلافات اليوم أيها الأحبة في كل الدنيا كل المصاحف المطبوعة أو المخطوطة كلها تتألف من 114 سورة تبدأ بالفاتحة وتنتهي بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كل مصاحف الدنيا أحبة في الله تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بقوله من الجنة والناس إذن ليس هناك اختلاف لماذا تضحكون على الناس بروايات يعني أنا عندما أجد رواية بغض النظر عن كون الرواية الصحيحة أو غير صحيحة أنا لدي مصحف بين يدي يتألف من 114 سورة ثم تقول لي هناك روايات تقول إنه يتألف من 112 سورة 112 أو 115 أو 116 أو 100 ما فائدة هذا الكلام سورة الأحزاب نقرأها اليوم كما هي حرفا حرفا وكلمة كلمة في كل مصاحف الدنيا ثم تقول لي هناك رأي يقول إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة طيب ما قيمة هذا الرأي أمام الواقع المادة الملموس لا شيء رأي نحن لدينا في التراث الإسلامي آراء كثيرة نحترمها ولكن خاصة بأصحابها أنا لدي مصحف بين يدي اليوم هذا الذي أعترف به هذا الذي أراه بعيني فلماذا تريد أن تأخذني إلى روايات ثم يقول هذا المشكك هناك اختلاف في كل شيء هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية هل الفاتحة نزلت قبل اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العلق الأول نزولا أم أن الفاتحة نزلت بعدها أم قبلها أم يا أيها المدثر قبل أو بعد طيب يا أخي هذه روايات نقول مرة أخرى هذه روايات وأرى واجتهادات أنا لدي مصحف يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ينتهي من الجنة والناس طيب لماذا تذهب إلى روايات وتقول لي هناك اختلافات في القرآن هذه اختلافات في آراء من درسوا القرآن وشيء طبيعي حتى لو أخذنا ما يسمى بالكتاب المقدس المحرف الموجود اليوم هناك آلاف وملايين الآراء حوله يعني قصيدة شعر اليوم تريد أن تنقدها كل ناقد لديه رأي إذن هذا ليس اختلاف في القصيدة ذاتها أو في كلماتها لا هذا اختلاف آراء لماذا تضحكون على متابعيكم طبعا أحبتي في الله يعني هذا الموضوع أنا أحب من كل إنسان مسلم أن يتأكد من أي معلومة سواء أنا أطرحها أو غيري سواء سمعت معلومة من مشكك أو من ملحد أو من مسلم ينبغي أن تتأكد منها يعني لا يجوز أن نأخذ المعلومة كما هي ونمشي بها ونصدقها لا أنت تقول هناك اختلافات بين المسلمين على القرآن أو في القرآن عندما فتحت الفيديو واستمعت تقريبا خمسين دقيقة هذه التي أعرضها عليكم اختلاف بين المدن والمك هل هذه السورة نزلت في مكة أم في المدينة طيب ما علاقة القرآن بذلك أنا الذي يهمني أنا لدي سورة اسمها سورة الفاتحة الثابتة بحروفها بكلماتها بمعانيها عندما تقول لي العلماء اختلفوا هل نزلت في مكة أو في المدينة أو نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة طيب ما علاقة هذا بالقرآن هذه آراء أيها الأحبة تماما مثل المشكك الذي يلجأ إلى كتب التفسير واجتهادات المفسرين ثم يقول لك انظر إلى كيف أن القرآن يحرض على الظلم والعنف والكذا يأتيك بأقوال لمفسرين أقوال مفسرين أيها الأحبة هي آراء وهي اجتهادات وتتغير من زمن لزمن تتغير من بيئة لبيئة تتغير حسب الظروف المحيطة بهذا المفسر الإمام الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد كل الآئمة كانوا يقولون إذا تعارض كلامنا مع كلام الله ورسوله فاضربوا بكلامنا عرض الحائط لا يوجد فقيه في العالم يتمسك برأيه حتى اليوم لا أحد يتمسك برأيه كل فقيه وانظروا إلى الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي كلهم يؤكدون أن هذا اجتهاد شخصي له قد يصيب وقد يخطئ من الشبهات التي طرحها أيضا هذا المشكك أنهم اختلفوا في تفسير ألف لاميم طيب يا أخي شيء طبيعي حروف موجودة في كتاب لا نعلم معنى هذه الحروف لحكمة الله يعلمها هذه الحروف أنا شخصيا درستها طويلا ووجدت أن لها علاقة بالبناء الرقمي للقرآن الكريم يعني مثلا السور الستة التي تبدأ بألف لاميم وهي سورة البقرة وآل عمران ثم هاتان سورتان مدنيتان ثم أربع سور في مكة الروم أو قبل الروم العنكبوت الروم لقمان السجدة أربعة العنكبوت تسعة وعشرين الروم لقمان السجدة أربعة في مكة واثنتان في المدينة يعني ست سور تبدأ بألف لاميم حقيقة أنا وضعت هذه السور الستة وقمت بعد حروف هذه السور كل حرف كم مرة تكرر فكان أكثر الحروف تكرارا هو الألف ثم يليه اللام ثم يليه الميم مباشرة ثم بقيها الحروف معلوم أن هذه القاعدة ليست ثابتة في القرآن كلها على فكرة غالبا ما يكون أكثر الحروف تكرارا الألف ثم اللام ثم النون أحيانا يكون النون الأكثر تكرارا أحيانا يكون اللام أكثر تكرارا لا توجد قاعدة ثابتة ولكن في هذه السور الستة التي تبدأ بألف لاميم لو أخذنا مجموعة حروفها كاملة نجد أن أكثر حرف تكرر فيها هو الألف يليه مباشرة اللام يليه مباشرة الميم كأن الله يريد أن يشير من بعيد لذوي الألباب يقول لك أنظر هذه الحروف لم توضع عبثا إن هذه الحروف وضعت لتدلك على أن هناك نظاما للحروف في هذه السور وليس عبثا ليس كلام الله ككلام البشر عندما درسنا توزع ألف لاميم عبر آيات هذه السور الستة تبين لنا أن هناك نظاما رقميا يقوم على رقم سبعة لذلك أنا قمت بتأليف كتاب ذات مرة يعني قبل عشرين سنة تقريبا أو تسطعش سنة عنوان هذا الكتاب معجزة ألف لاميم وموجود على موقعي للتحميل يستطيع أي واحد أن يحمله ويقرأ بحرا من الإعجاز الرقمي في ألف لاميم فقط كيف تتوزع هذه الحروف عبر كلمات وآيات وسور القرآن بطريقة عجيبة جدا تحير العقول حقيقة طيب إذا جاء أحد المفسرين وقال والله أنا عجز لا أعلم معنى ألف لاميم الله أعلم بمراده واحد آخر قال أنا أجتهد وأتوقع وأظن أنها هي اسم من أسماء السورة اسم من أسماء القرآن الألف الله اللام اللطيف الميم المجيد مثلا الحروف هذه هي أوائل أسماء الله الحسنة اجتهد هؤلاء الناس ثم تبين أن هناك بناء عدديا يقوم على هذه الحروف ما هي المشكلة؟ طيب هل هذا يعني أن تعاليم القرآن غلط؟ هل هذا يعني أن الإسلام عندما حرم الخمر لا نتبعه؟ عندما حرم الزنا لا نتبعه؟ عندما أمر بالعدل لا نتبعه؟ إذن أيها الأحبة ينبغي أن نكون منصفين ومنطقيين ومن أراد أن يشكك بالقرآن فليأتنا بآيات من القرآن ولكن نجد أن هؤلاء يفشلون تماما في أن يأتوا بآيات متناقضة من داخل القرآن أو آيات مختلفة أو آيات فيها مشكلة فيلجأون لماذا؟ لبعض أقوال العلماء، لبعض التفاسير، لبعض الروايات حتى الضعيفة ليوهموا الناس أن القرآن فيه اختلاف أنا الآن أريد أن أختم وأتحدى المشككين في العالم نتحداكم أن تأتونا بقرآن آخر موجود حاليا غير القرآن الذين عرفوا من بسم الله الرحمن الرحيم إلى من الجنة والناس نتحداكم أن تأتون بقرآن فيه 115 سورة أو 113 سورة نتحداكم كل مصاحف الدنيا 114 سورة بعدد كلمات محدد، بعدد حروف محدد، ولكن هناك ما يسمى بالقراءات، قراءات القرآن التي فيها تعدد لأوجه الإعراب، والله خبير، والله بصير بما تعملون، والله بصير بما يعملون فشملت المخاطب تعملون، والغائب يعملون، هي تعدد لأوجه اللغة فقط، فقط هذا هو وكلتا القراءتان، كلتا القراءتين موجودة بيننا قراءة ورش موجودة، وقراءة حفص موجودة، ومصحف المدينة موجود، ومصحف البصرة أو الشام أو مكة، كله موجود كل هذه القراءات موجودة، لا يوجد تحريف إذن أيها الأحبة، باختصار لا يوجد أي اختلاف في القرآن على الإطلاق وهذا من فضل الله على الناس أنه أنزل لهم كتاباً حفظه من التحريف ومن الاختلاف قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال أيضاً ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً نسأل الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع الذي يحبه ويرضاه ويعيننا على نشر هذا العلم إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق